مرة أخرى يعني كسرت قلب أمك وإنت عشان تعمل مغامرة مجنونة غير مضمونة في النهاية لو يا إما نهاية القاع البحر يا إما النهاية في كامب في مخيم بشكل غير أدمي وقصة الوهم بتاع أن إنت هتاخد 2000 يورو في الشهر ده وهم وهم غير موجود أوروبا فيها أزمة اقتصادية طاحنة أهلها عندهم مشاكل هم نفسهم عندهم مشاكل أنت رايح تعمل إيه؟ أنت رايح ما عندكش مهنة ما عندكش حرفة ده أنت لو فحت الصخر هنا بدوافرك هتعيش أحسن حتى لو في عز أزمة اقتصادية في 9 مليون لاجئ مش لاجئ 9 مليون موجودين شقيق موجودين في مصر أنا يعني اتفرج على الجنسيات التانية اللي بيجوا يعملوا أي حاجة يعملوا مطعم أكل صغير يعملوا أكل ويبعتوا البيوت الناس بتدور تشتغل إزاي مش تلم الفلوس وتبيع سيغة أمك علشان تروح وتلم 140 و160 ألف جنيه وتاخد قرد معرفش مين اللي حيسدده علشان ترمي نفسك في البحر ده فكر الاستسهال ده فكر أكيد في حاجة تانية أنا مش عارفها أكيد ولو فيه 2-3 نجحوا ووصلوا وعملوا حاجة مختلفة شوف نسبتهم إيه لنسبة اللي غيروا 17 البحر المتوسط بلع 17 ألف مهاجر ليه نزود الرقم؟ ليه نزود الرقم؟ لما 9 مليون جيّل لنا من كل الدول إحنا بقى نمشي ونركب قوارب موت وفيه لأ ما تقول ليش ما فيش فرص عمل حاول واتعب وأنا الشباب اللي بشوفهم في الفرصة الشباب اللي بشوفهم في الفرصة دول أهو دول بيجمعوا القرش على القرش والجنيه على الجنيه عشان يعمل مشروع وفكرة ابتكارية ملهمة مزهلة وتقوله انت مشيت من الوظيفة يقولي أمشيت من الوظيفة عشان أنا بفكر أغير حياتي دي طريقة تغيير الحياة مش إن أنا أركب قارب الموت مش إن أنا أبيع سيغة أمي عشان أركب قارب الموت لا محدش يقنعني إن هو ده الطريق ده طريق كسر يعني ده طريق كسر قلب أمك اللي حتغيت عليك طول عمرها حقيقة مشهد مؤلم جدا والمؤلم أكتر طبعا أما سماصرة الموت فأنا عارفة إن الداخلية هتنزل يعني تنهي هذا الأمر لأنه سماصرة الموت دول دول فعلا الإجرام بعينه دول ما يختلفوش عن هؤلاء الإسرائيليين اللي دكوا جينين النهاردة اليمن ث 44 أنا إلا الجين يذوق العوداء سم